أهمية وجود المرأة في أي منظومة مهنية في أي مؤسسة لأن المرأة في عندهم كفاءات معينة في عندهم قدرات معينة في أفضلية في أوقات معينة عن الرجل فالسؤال ليش إحنا بحاجة لمرأة تكون في أي مكان عمل وهو سؤال حقيقي أميرو بمعنى آخر يعني شو ثمار للأسرة أو المجتمع كمجتمع بجنوها لما المرأة موجودة في سوق العمل هاي واحد من المحاولة رح نتحدث عنها في هاي الأثناء وهل يحتاج بالفعل سوق العمل للنساء كل هاي الأسئلة رح نترحى على طولتنا الصباحية مع ميسم جلجولي رئيسة نعمة في لواء المثلث الجنوبي ورئيسة كتلة الجبهة في نعمة صباح الخير صباح النوم أهلا وسهلا فيك إذن ميسم في البداية بدي أطرح السؤال العام اللي حطنا على طولتنا هل بحتاج بالفعل سوق العمل إلى النساء؟ طبعا هاي سؤال بديهي وجوابه بديهي جدا سوق العمل يحتاج إلى النساء لأنه إحنا موجودين في عالم اللي بتطلب خروج ليس فقط خروج الرجل للعمل وأنه خروج المرأة للعمل كمان خروج النساء للعمل هو صحي من أجل المجتمع ومن أجل تطور وتقدم المجتمع وكمان من أجل الرفاهية الاقتصادية للمجتمع فإحنا موجودين في مجتمعنا العربي إحنا بنعرف أنه 50% من العائلات العربية تحت خط الفقر 65% من أطفال العرب تحت خط الفقر فهذا يؤدي إلى مشاكل اقتصادية اجتماعية في مجتمعنا وخروج النساء أولا وقبل العمل أولا وقبل كل شيء يساعد في التطور الاقتصادي للمجتمع طبعا تقارير الأو إي سي دي وهي منظمة الدول المتقدمة انتقدت إسرائيل التي هدوها عضو في هذه المنظمة طول الوقت بسبب أعداد القليلة للنساء العربيات العاملات وقالت بأن هذا هو سبب أساسي لعدم تطور دولة إسرائيل كدولة وهو عدم وجود النساء العربيات في سوق العمل وبهذا الأساس اضطرت الدولة أن تبدأ ببرامج تأهيلية للنساء العربيات أنا لن أقول بأن النجاح كان نجاحا باهرا لأن الدولة أيضا نظرت إلى المرأة العربية بنظرة أراء مسبقة والتأهيلات التي وجهت الدولة إليها النساء العربيات هي تأهيلات لا تلائم سوق العمل المتطور وهذا هو الحديث الذي يجب أن يكون نحن يجب أنه لا أنا بالنسبة لي أن تخرج المرأة للعمل جدا مهم ولكن السؤال الحقيقي هو أي نوع من العمل أي نوع من العمل نحن الآن في فقط جملة واحدة الكثير من نسائنا يخرجنا إلى التعليم العالي ويتعلمنا كمعلمات اليوم الإحصائيات تقول بأننا لدينا 20 ألف معلم عربية عاطلة عن العمل وهذه مأساة صحيح والمأساة الأخرى أنه بعد نسبة مش أليلة عم تتوجه في الأكاديميا أو في الجامعات أو في الكليات لا هاي المواضيع وكأنه ما منعرف نقرأ احتياجات سوق العمل سؤالي لحضرتك بدون شك على مدار السنوات الأخيرة على الأقل في تحصن بنسبة النساء العربيات اللي انخرطوا في سوق العمل ولكن بالمقابل في تحديات وفي صعوبات كيف يبدو واقع المرأة العربية في هذا العام كنموذج بسوق العمل صحيح في تحصن في خروج المرأة لسوق العمل وفي تحصن كبير كمان في ثقافة المرأة وتعليمها الأكاديمي احنا بنحكي اليوم عن نسبة كبيرة للنساء العربيات بالأكاديميا ولكن تبقى المواضيع التي تتعلمها النساء هي مواضيع نمطية أي بما يعني مواضيع نسوية اللي أجرها بيكون أقل اللي صعب فيها للاقي مكان عمل في سوق العمل ولهذا السبب بنلاحظ أنه نسبة النساء العربيات اللي بيخرجوا على سوق العمل لا تتعدد 38% بالرغم من كل المحاولات للمقارنة إذا منحكي عن النساء اليهوديات 80% من النساء اليهوديات بيطلع على سوق العمل إذا منحكي عن النساء اليهوديات المتدينات ما يسمى الحرديوت المتدينات فهناك 70% نسبة خروج النساء المتدينات في سوق العمل التحديات التي تواجه المرأة في سوق العمل هي كبيرة أولا كامرأة عربي أكاديمية خلينا نخذ الأكاديميات في البداية الإحصائيات بتحكي وهذا يعني واقع جدا صعب أنه النساء العربيات تتقاضى في سوق العمل الأكاديميات تتقاضى أقل من النساء اليهوديات يعني إذا منحكي عنه أنه بإسرائيل النساء بشكل عام تتقاضى 30% أقل من الرجال بشكل عام فالنساء العربيات تتقاضى كمان 20% أقل من النساء اليهوديات فمنلاحظ أن النساء العربيات تتقادة 50% أقل من كل السوق الإسرائيلي كمان مشكلة كبيرة بتواجهها النساء العاملات هي العمل عن طريق مقاول كثير من النساء العربيات لا يعملنا في عمل منظم غير منظمات ويعملنا عن طريق مقاول وهذا ما أسميه بعبودية القرن العشرين هاي النساء مستغلي هاي النساء مستعبدي لا تأخذ حقوقها أحيانا بناولوها المعاش بإيديهن بكيش من غير أي قاسم راتب من غير تقاعد من غير أي نوع من الحقوق اللي المفروض تنعطل إلها وكمان مشكلة كبيرة في مجتمعنا العربي وهي لازم نواجهها بكل شجاعة وبكل صراحة لا يعقل أن تخرج المرأة للعمل وتتقادة أجر 15 و20 شيكل على الساعة لما احنا اليوم بنحكي عن 29 شيكل على الساعة تقريبا 30 شيكل وأنا أعلم وفي كثير نماذج نماذج كثيرة جدا لنساء اللي بتطلع بتشتغل داخل مجتمعنا العربي داخل مجتمعنا العربي في محلات تجارية في مكاتب وبتشتغل عشر ساعات باليوم وبتتقادة 15 شيكل على الساعة من غير أي حقوق هذا الأمر يجب أن يتوقفوا حالا وإحنا علينا مسئولية مجتمعية بأن نقاطع كل المصالح التجارية اللي ما بتعطي النساء العاملة حقوقها المرأة بحاجة إلى العمل المرأة بحاجة أنها تخرج من البيت وأنها يكون في عندها دخل وأصحاب العمل للأسف الشديد بيستغلوا هاي الفرصة إذا هي بدأت طالب بحقوق بيقولها هاي في ألف بيستنوا بالدور فبتقدر تروحي وهاي بعطي المرأة نوع من الخيوط بس إذا إحنا عم نحكي عن شروط هالأد هي شروط دنيا يعني ما في الشروط جيدة في العمل أو في سوق العمل عفواً لماذا تقبل المرأة بهذا الموضوع؟ يعني ما هي بتقدر تشتغل اليوم في أي مكان آخر هاتها نقول وطبض الحد الأدنى من الأجر اللي هو تقريباً 29 أو 30 شاكل على الساعة ليش اليوم تقبل تاخد 15 شاكل في بلدها أو في المحلات اللي بيشتغلوا فيها؟ هلو علاقة بمكانتها في المجتمع تسويق لنفسها؟ رؤيتها لنفسها كمان في هذا الموقف؟ هاي اللي سألوا أسباب وهي أسباب مجتمعية بحتي أولاً في أسباب اللي هي خلينا نحكي أسباب مثل أسباب أنه في الشي مواصلات عامة مناسبة أنه المرأة تخرج من بيتها من بلدها وتشتغل بمكان آخر وإذا في مواصلات عامة في إلها ساعات محددة اللي هي غير لا تلائم ساعات عمل النساء فالمرأة بتفكر مرتين إحنا بنعرف أنه في الشي أطر مناسبة للأطفال فالمرأة بتقول إذا بشتغل بالبلد لا سمح الله بدي يصير إشي فأنا ممكن أروح على البيت وأرجع ومش دايما تكون تشتغل بمحل كثير بعيد إحنا بنعرف كمان أنه فرص العمل داخل السوق الإسرائيلي غير متاحة للنساء العربية خاصة المحجبات منهن وإني بخاف أن يطلعين لما إمرأة تكون محجبة وإمرأة متدينة هي تخاف أنها بتطلع تشتغل برة وكمان المشغل اليهودي ما بشغلها بسبب لباسها وطبعاً هذا تمييز وعنصري واضحة في سوق العمل الإسرائيلي وفيه كمان سبب أنه أحياناً أسباب مجتمعية اللي هي العائلة مثلاً ترفض عمل النساء خارج البلد وإن بدأ المرأة تشتغل داخل البلد مش خارج البلد فكثير عوامل اللي للأسف الشديد بيستغلها المشغل يعني هاي العوامل اللي أنا ذكرتها هي مش سبب لاستغلال المشغل للمرأة لاستغلال المشغل العربي للمرأة يعني هم نحكي عن عنصرية المشغل اليهودي والمجتمع اليهودي تجاه النساء العربيات العاملات لكن خلينا كمان نحكي عن شو إحنا كمجتمع وكمشغلين عربي بنعمل بالنساء العاملات العربية فعلا هاي مرايلي لازم نحطها قدامنا لأن الواقع أليم جدا فعلا ما يسموا وعفاف أنا بدي أشارككم بشغلة يمكن بدي أربطها مع المحور الأول اللي حكينا عنه وإنه آه في أكاديميات عربيات بس للأسف وكأنه بعد كل إشي ذكرته وبعد كل إشي حكينا عنه وكأنه الوضع مش عم بتغير لما المرأة تكون أكاديمية بغض النظر عن مجال التعلمة الأكاديمية يعني مش مهم إذا إيه متعلمي هايتك أو متعلمي معلمة لغة عربية مش كثير مهم لأنه المجتمع بحاجة لهاي مثل ما بحاجة لهاي التخصص ولكن ليش الأكاديمية والتعلم الأكاديمي مش عم بغير من استغلال المرأة في أنظمة العمل العامي للأسف الشديد هاي الواقع وهي الواقع اللي ذكرناه أنه الأكاديمية يعني شفنا أنه المرأة لما تكون أكاديمية وعلى فكرة هاي كمان ينطبق على الرجال العرب أنه أنت أكاديمي أو أكاديمية هذا لا يعني أنك تتطور وأنه معاشك أو دخلك يكون كبير يعني التعليم الأكاديمي مع أننا نفكر أن التعليم الأكاديمي هو ضمان لحياة اقتصادية فيها رفاهية بس لما نحكي عن المجتمع العرب ما يسمى هذا اللي سوى كل إياه وإحنا صغار هاي سوى كل إياه وإحنا صغار بس هذا لا يعني أنه ما نطلع نتعلم هذا يعني أنه لازم نناضل على مكانه في أماكن العمل بس كمان هذا لا يعني ما يسمى أنه ما في تمييز لأنه حتى مؤخرا كان فيه مقال عن أجهزة الصحة في البلاد أو المؤسسات الصحية لبنفس المنصب ولكن الرجل يتلقى راتب أكثر من المرأة احنا حكينا بالبداية أنه الإحصائيات بتحكي بإسرائيل بشكل عام الفرق في أجور النساء والرجال في نفس الوظيفة هي 30% لمصلحة الرجال هاي الإحصائية في إسرائيل طبعا لما نحكي عن الرجال والنساء العرب كمان النسب بتقل أكثر نسبة لتقاضي الأجور اللي بدي أحكي عن سوق العمل الإسرائيلي أنا برأيي المفروض أنه كنساء خاصة كنساء أكاديميات منخرط داخل سوق العمل الإسرائيلي والإنخراط داخل سوق العمل الإسرائيلي فيه كثير تحديات وإحنا المفروض أنه نأخذ هاي التحديات ونحاول أن نطور أنفسنا لأنه ما نيأس إحنا فيه عندنا هيك أحيانا أنه أنا بجرب مرة مرتين ثلاث ما بجح أني أنخرط بسوق العمل فبصور أدور على مهني داخل البلد أنا كثير مثلا معرف صبايا تخلصوا هندسي بالتخنيون دوروا على أماكن عمل ما نجحوا راحوا عملوا اللي منسميه تحويل شهاد المدريس واليوم بتدرس رياضيات بالمدرس التنوي طبعا مهم جدا التدريس لكن أنت تعلمت بمهني وأنت حب المهني فالمفروض أنك تنضلي لحد ما أنك توصلي اليوم فيه مؤسسات في جمعيات اللي بتساعد على إنخراط الأكاديميين والأكاديميات في سوق العمل الإسرائيلي والمفروض أننا نستغل هاي الطاقات اللي موجودة اليوم وننخرط فيه أنا برأيي المستقبل هو الإنخراط في سوق العمل الإسرائيلي بس مبارح السبت كان فيه مقال في جريدتها آرتس اللي بحكي أنه زعماء هاي الدولة في بدايتها كان حطوا هدف صحيح أنه هو منع التعليم من الجماهير العربية وهناك حكوا أنه بشكل واضح أنه يجب أن نمنع العرب من الحصول على الشهادات الأكاديمية وأنا بحكي أنه احنا وصلنا لمرحلة أنهم خسئوا وإحنا بنحصل على شهادات أكاديمية فأجا الوقت كمان أنه ننخرط في سوق العمل الإسرائيلي أنه نكون جزء وإذا بنحكي عن المنظومات الصحية والمنظومات اللي فيها إحنا اليوم نسبة كبيرة وكنساء نسبة كبيرة في المنظومات الصحية أجا الوقت كمان أنه نتنافس على مواقع اتخاذ القرارات في هاي الأماكن العمل ما اليوم بالمية فكمان أجا نتنافس أنه كان نساء نكون بس بس مواقع اتخاذ القرارات أنه كان نساء نكون في لجان الموظفين في لجان العمال في أماكن العمل وبس بهذه الطريقة ممكن أن نطور أنفسنا ونطور مجتمعنا ماريون بالمئة ميسم ويمكن الصوت الإضافة اللي بالفعل نحكي فيه بهاي الفقرة وبهذا المضمون هو أنه في كل ما يخص الرؤية رؤية المرأة لنفسها ما تخافوش من المسلمات والأمور الاجتماعية والأفكار المسبقة اللي بحطها المجتمع علينا بالفعل شوفوا وافتحوا النوافذ والأفق فعلاً مش راح تخسروا ولا أي شيء أنا أبدأ شكرك ميسم جلجولي رئيسة نعمة في لواء المثلث الجنوبي يعطيكي ألف عافية شكراً جزيلاً شكراً لحضر المعنى نسعد صباحك شكراً